هذا وين تحقنا راح تشريط البيض والحمد لله لقيت البيض سعر شوية مرتفع من شريط المهم احنا في هذه رسالة رسالة البيض هذي ولا وش لا لا مليحي يعني لازم تكون نقائس والبيض عاودي طيح سكين نورمال العرض والطالب والدولة دوك تتحكم في الأمور هذي سكين نورمال لما فرى من الحقائق المهم احنا يشهد علينا منتدى داغوس اللي هو خارجي وستون رفيرانس مونديال يشهد بلأن فيه ثمارات بدأت تبن في الجزائر في الضل أزمة عالمية أزمة تغذية أزمة اقتصادية عالميا في هذا الظرف يعترفوا لي اللي عندك نجاح على ثلث سنوات 2020-2021-2021 لا أبدأ من 2019-2021 ثلث سنوات حتى الفاو تكلمت على ثلث سنوات أنا جايلك والفاو أنا ضدق على منتدى داغوس منتدى داغوس يشيل إلى ثلث سنوات من النجاح ونا دوبلي يعني ضعفنا الأمن الغذائي للفبد بارابيطان يعني الفرد الواحد سكي امبرتان في ضل أزمة العالمية الاقتصادية اللي ضربت حتى المواد الغذائية اللي عرفت أسعار يعني انفاجرت أسعار ارتباع رهيب نعم احنا يا يتبنو عليك من الخارج بلي أنك رك حققت يعني نصن بارمي البايي اللي بلو سور في الأمن الغذائي استنبوان امبرتان يعني تامارات بدأت تبن اليوم حبينا نتكلمو على السياسة الداخلية أنا هادرو في مجال مثلا الزيت والسكر اللي هما يكلو يكلو دي سوم فرامينوز بلي كتر من ألفين مليار دولار كنا نخص كتر من ألفين مليار دولار كنا نخصوهم من والدات الزيت والسكر أكتر من؟ من تنين مليار دولار دو مليار دولار أنا أقول لك ألفين مع الأول أربي يسترنا ويستر الممنين اللهم أمين كتر من دو مليار دولار كنا نجيبوهم السكر والزيت اليوم كان متعاملين اقتصاديين بينهم بعض الخواص مجمع لي كان عنده نوع من احتكار في السوق اليوم راهوا يلسي تونغاجي مع الدولة مع الشعب مع المواطن أنه رايح ينتج الزيت الداخلين هذا يعتبر استجابة لورقة طارق فرضتها مؤسسات العلية للدولة فرضتها لهذا المتعامل الذي انخارط في السياسة تؤمن المواطن من الحاجية انتاج محلي 100% انتاج محلي 100% حتى وانا شخصيا مقول هذا العام صح انتاج محلي ولكن باش تغرص هذا العام الكورزا اللي تخرج منها الزيت راه يرانا شوية لطار مما علش المهم المواد الخام تأز زيت راح تولي وطنية ما زيدوش نمبرتي وزيت وهذا بفضلي كسر الاحتكار لفرضته ورقة طارق تعدوله كسر الاحتكار اللي كان يتحكم فيه بعض الخواص في هاد الأمور وكانت يعني تكلفنا كلفة صعيبة كبيرة بالعملاء اليوم هاد الخاص اللي هو السيفيطال دخل انخارط في السياسة تعدوله وقبل انه ينتج محلي بما انه عنده القدرات اليوم يبين اليه دفون انوبليغاسون دو رزولتات ورا بيقولك نهاية شهر عبريل هذا يدخل في الامن الغدائي وهذا دخلناه في سياسة تعدوله هذا راح يكون ان شاء الله انجاز كبير بسك الناس وش يقولك يقولك احنا حبينا شوفوا الانجازات في القطارات في الطرقات وكدار كان انجازات لتأمن الغداء الجزائري انجازات لترجع المتعاملين الجزائريين ينخرطوا في السياسة العامة لدوله ما ينخرطوش منكمو المصالح تحهم الضيقة لان المتعامل الاقتصادي يحب الربح شحان عنده هو يربح اليوم يربح ويربح المواطن انخراط في هذا الثقاس يعلم النعد انخراط هذا المتعاملت تتكلمت الان المخرطين المتعاملين انخرطوا في هدي السياسة القصصية نعم كان لازم ينخرطوا نعم طوعية الطوعية تعملين كانوا يبكوا كانوا يشتكوا في وقتين ما يقولك عراقين عند نقدر اليوم اليوم الدولة نحت لهم العراقين قاتلهم بيينوه وش تعرفوه تخدموه ووريبواروح الوطنياتاكم روح الوطنياتاكم تقول للي لازم تحبسونا الاستيراد حتى التنفسية أصبحت حتى تصدير لازم يكون مقنن في بعض الأحيان فيما يخص السكر مثلاً التصدير مقنن، لماذا؟ لأن السكر الوريجين رك تنبورتيه باش تنبورتيه تنبورتيه بلاد دوفيس تاع البلاد وتقولين راح نكسبورتيه، نو حتى رايس الجمهورية كانت تكلم على هاد النقطة، ما تقوليش أنا متعامل ربحنا مره وخصرنا مرتين؟ أنا متعامل اقتصادي حر حر باش نكسبورتي، نو حر باش تكسبورتي إذا كان المنتوج خدمته هنا وخدمته يعني بأموالك بعد ما كفيت السوق الداخلي، مسموح لك ومعقول لك اقتصاديين وتجاريين أنك تصدر الباقي يعني الفائد اليوم المتعامل الاقتصادي اللي كان مشهور نوعاً ما فيما يخص احتكار سوقي ما اليوم راه انخارط في سياسة اللي تشبع السوق الداخلي وما يقدرش الإنسان يعني انا هدنا نتكلم على سكر وزيتا، عالش تكلم على سكر وزيتا؟ لأن التكلفاتهم كبيرة بزاف، وكبيرة حتى في السببنسيون الكومبنسيون اللي تكلف الخزينة، ما تكلف كم مواطني، كذلك المواد أساسية معرضة للمضاربة كذلك؟ نعم قبل المضاربة، قبل المضاربة تكلفك لأن هادو مواد مدعمة، مواد حساسة بما أنها مدعمة، دونك هاد ليز اوبيرات المتعمين اللي كانوا يخدموه، كانت الدولة تعاوضهم، تعاوضهم سيدين ميليه دو ميليار اللي تعاوضهم، اليوم بما أنك الزيت والسكر إن شاء الله تنتجوهما هنا، تخدموهما هنا، دونك الدعم راح تربحوه، نعم قبل أساسية، بعد الزيت والساك الوطني، قد لتحدث عن سجال، جميع الأشياء القديم هنا، نتكلموه على التصدير. إن شاء الله !